ترتيبات المستقبل على كل الأسعادة كابتن فتح مبروك في كلام مطول وتصريحات مهمة ليه عن ترتيبات قطاع الناشئين في الموسم الجديد وعن اختبارات الناشئين الجداد في الأهل إزاي صارت قال الكابتن فتح أنه تقدم للاختبارات تخياله كام 23 ألف ناشئ 23 ألف أسرة حلمت أن ابنها يلعب كورة في النادي الأهلي تقدموا للاختبارات خلال الصف الجاري زي ما بقول الكابتن فتحي كان من المستحيل ضم عدد كبير من هؤلاء اللاعبين للقطاع علشان كده اخترنا الأكفة دون تفرقة بالناشئ وآخر وبيقول فتح مبروك أنه كانت المعايير موضعية بحتة وبذلنا فيها مع المدربين جهد كبير جدا في الانتقاء في اختبارات كانت في المحافظات من خلال الأكاديمية نجح 144 لعب في اجتياز الاختبارات الخاصة بالناشئين نجح 178 في اجتياز اختبارات البراعم حاليا المدربين بيقوموا بعملية الغربالة لاختيار الأفضل منهم ويرى الكابتن فتحي أن قطاع الناشئين بيضم عدد كبير من اللاعبة الصعدة أصحاب المواهب العالية أشهد رئيس قطاع الناشئين في الآلب دور مجلس إدارة النادي ولجنة الكورة برئاسة كابتن محمود الخطيب وحرصهم على توفير كل سبل النجاح للقطاع وحل جميع المشكلات أعتقد فكرة مجلس الإدارة وأنا بس بس عايز أقول اقتراح على موضوع الغربالة بتاعت الناشئين أنا مع كابتن فتحي طب أنا جاي لي 33000 مش معقولة المواهب هو بس اللي خطتهم ضروري فيه مواهب تانية أنا ممشيهم وأنا على فص عيني أرجو أن يكون يعني فيه تخيير أني نعمل كيان تاني كيان احترافي اسمه إعداد اللاعب أن يكون لاعبا محترفا مهوش في صفوفي لكن أنا عندي زي الأكاديمية الأكاديمية تعلم الموهوب غير موهوب أنا عادي أعمل بقى حاجة ليه الموهوبين اللي ما دخلوش على الفرق بتاعتنا ويقبلوا أن نستنوا معنا لمدة سنة أو اتنين ويبقوا بالأهل يأخذ منهم يسوقهم فتبقى خطوة تانية القاعدة بتتسم معك فيه وتبقى برضو صرفة على نفسه لأن فيها غرض تجاري تمام كابتن حسام عشور كابتن الأهل والنجم خط